متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة والنهاردة مع كوين 3 كوين 3 يعتبر نموذج جديد من شركة علي بابا وهذا نموذج رائع من نموذج الذكاء الاصطناعي اللي أثبتت الاختبارات أنه هو تفوق على ديب سيك أر وان ولكن عشان نكونوا وقعيين مازال شاة جي بي تي أو سري أو فور ميني وأيضا جيميني 2.5 برو أو فلاش أنا من وجهة نظري أقوى ولكن النهاردة إن شاء الله بإذن الله حنبص على إمكانيات هذا النموذج نموذج كوين 3 بيجي بتمن أحجام الأحجام المتوفرة حاليا وموجودة هو الكوين 3 235B وكوين 3 30B وكوين 3 32B ده الموجود حاليا من خلال الواجهة الرسمية اللي إحنا النهاردة إن شاء الله حنختبر هذا النموذج من خلالها ونتكلم عن قدراته أما هناك نمازج أخرى يعني مجموعة النمازج حوالي 8 نمازج بينهم اتنين ميكشور أوف أكسبرس زي الكوين 3 235 و30B وأيضا فيه 6 نمازج أخرى بأحجام أقل ممكن كمان يشتغلوا عندك على جهازك لو أنت حتنزلهم تستخدمهم مثلا من خلال LLM وموجودين على هاجنج فيس وأحطي لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو لو عايز تعرف المزيد من المعلومات التفصيلية قمت بشارح كوين 3 على قناة InfoTek4U لو حابب تبص كمان على الأمثلة اللي بنترحها هناك بتكون مفصلة أكتر في الجزء المتعلق بالبرمجة وبالنص يعني التعامل مع الكتابة الإبداعية أو النص يمكن أنا هنا بركز أكتر على المحتوى المرئي أو السامعي ولكن ده لا يمنع أن أنا يعني أعمل فوكس كده على كوين 3 وأقول لكم قد إيه هو نموذج من النمازج الصينية الجيدة جدا وإن شاء الله بإذن الله نأمل أن DeepSeekR2 يعني ينزل قريب ومتوقع الأسبوع جاي إن شاء الله بإذن الله على شقار المبين ومبين الكوين 3 ونشوف الإمكانيات بتاعته يلا بينا نرجع لكوين 3 ونشوف ممكن يقدم لنا إيه وأنا هنا هختبر The Most Powerful Mixture of Experts أو أقوى نموذج هو كوين 3 235B هنا هبتدي إن أنا أختبر في كذا حاجة أول حاجة هنشوف الأول الإمكانيات بتاعته إيه عندك بالنسبة للإمج جينيريشن بما إن إحنا هنا بنتكلم على المحتوى المرئي الفيديو جينيريشن بيعمل اللي اتنين وحنشوف مع بعض الموضوع ده بشكل عملي بيقدر إن هو يميك بلان يحط لك بلان خطة نيوز أخبار يجيب لك أخبار يانالايز إيميج عندك صورة فيها خطة الصورة دي سكرينشوت من على مثلا نفترض على البورد وعايز إن أنت يعني يكون لها تفاصيل فأنت عايز كل ما في هذه السكرينشوت من تفاصيل يديك كده إكسبلين أو يعبر لك عنها أيضا السامرايز تيكست يلخص يساعدك في الكتابة البرينستورمينج طبعا في الكود في كتابة الكود كل ده فيه كمان حاجة مهمة جدا إن أنت تقدر أنت تفعل وممكن أن أنت تعمله يعني ما تشغلوش والثينكينج مود هنا تفكر قبل ما بيرد عليه كمان تقدر تتحكم في عدد التوكنز يعني إيه يعني التوكنز اللي حتستخدم في عملية التفكير طبعا كل ما حتخليه ماكسمام كل ما حياخد وقت طويل جدا عن تجربة وزي ما قلتلك تاني ياريت تشوف الفيديو الموجود على قناة يعني حتستفيد جدا من ناحية دي لأن أنا يعني شرحها بالتفصيل جدا يعني طبعا الثينكينج بيبقى أفضل في الأسئلة المعقدة ريزونينج في الممكن نقول برضو في الكودينج ممكن نفعل الثينكينج شاولك على الكابابلتز بتاعته عشان برضو تبقى أنت فاهم هنا اللموزج ده بيشتغل ازاي بالنسبة للسرش لو أنت فعلت السرش وهو هنا حيدور من خلال الانترنت وفيه الامي سي بي والامي سي بي كامنج سون لسه مش متوفر والامي سي بي بمنتهى البساطة هي عبارة عن بروتوكول يعني بيعمل كومينيكيشن أو اتصال ما بين النموزج الخاص بيه الذكاء الاصطناعي نموزج الذكاء الاصطناعي نحنا بيشتغل بيه ده وأي أداة تانية أخرى موجودة مثلاً عندك على جهازك أو أي تطبيق أو البراوزر هنا هنبتدي نحنا نختبره في الانالايز ايميج يعني بعض الأحيان انت بتبقى عايز تعمل تحليل لصورة ما وممكن كمان يديك التكست برومت تعالى كده نجرب الانالايز ايميج صورة زي دي هنا واقول له مثلاً بدل ديسكرايب هقول له هنا حيبتدي يديك التكست برومت اللي بيوصف الصورة لو انت عايز تنشئ صورة زيها ممكن يكون عندك صورة معقدة شوية يعني ممكن نروح كده نرفع upload image بيقولين الامج دي عبارة عن user interface for selecting different versions of models of the Gemini Advanced وحيبتدي يقول لك add the top في ايه add the bottom في ايه options list عبارة عن ايه حيبتدي بالتفصيل يشرح لك السكرينشوت ويطلع لك التكست اللي موجودة فيها كمان فانت كمان ممكن تستخدمه تعمل extract لتكست موجود داخل صورة حاجة برضو من حاجات كويسة جداً طيب حاجة تانية اخرى الناس اللي قبل كده كانت بتكلمني عن الكاباتشا وساعات الكاباتشا بتكون الحروف صغيرة جداً انت ممكن تاخد سكرينشوت للكاباتشا وترفعها وهو يقول لك اللي موجود في الكاباتشا ايه لو فعلاً انا شخصين يعني مش ببقى عارفة الحروف بالظبط ايه هي النتيجة الحرف بميل الحرف في شكله غريب فممكن يساعدك في هذه الجزئية ان انت ترفع document مثلاً وتقوله analyze the document ده انا حرفع document اهو وهقول له مثلاً قم باعطائي ملخص عن هذا المستند مع التركيز على اهم النقاط بشكل مفصل يعني النقاط المهمة ده هلي بشكل مفصل ابتدي ان انا اقول له enter هنا انا ما فعلتش thinking mode هنا حيبتدي يديني ملخص تفصيلي يديني مقدمة وبعدين يديني اهم النقاط الاساسية او الرئيسية لان انا طلبت منه ده واكثر القطاعات تأثيراً بالذكاء الاصطناعي حيبتدي يديني ملخص لكل ما ورد فيه المستند طب لو انت عايز تفعل thinking يا ترى الطريقة هتكون مختلفة اه الطريقة هتكون مختلفة شوية اولاً انا هنا ممكن كمان افعل الارتيفاكس الارتيفاكس تنفع جداً جداً لو انت عايز تعمل web page هنشوف دلوقتي مع بعض الموضوع ده دلوقتي انا حتدي افعل thinking عشان بس تشوف الفرق يعني حاخد النفس هنا copy السؤال طبعاً احنا بنستخدمه بشكل مجاني لموزاك ده موجود بشكل مجاني نفترض ان انت عايز تعمل عرض تقديمي بقى يعني ايه يعني مثلاً انا هنا حبتدي اعمل حاجتين اولاً حفعل thinking هروح لأول استأذنكم بس حفعل thinking وحفعل الارتيفاكس باتنين قلوه قم بعمل عرض تقديمي powerpoint من هذا المستند وحبتدي ارفع المستند بتاعي وحبتدي دوس enter هنا بس هقلل maximum length of thinking هقلله مش عايزة اعمل عليه control شوية مش عايزة اطوله عشان ما ياخدش وقت كبير لانت كل ما حتفعل الماكس ما حياخد وقت كبير جداً في عملية التفكير والموضوع مش معقد ومش مستاهل الجزء ده انا بس كنت عايزة واريك كمان thinking انا ممكن ما فعلش thinking زي ما انتوا شايفين بيبتدي يفكر ازاي هيعمل العرض التقديمي والارتيفاكتس هي عبارة عن مساحة بيتم فيها التنفيذ يعني لو كنت تقدر تشوف التنفيذ هنا بيقولي عذراً لا يمكنني انشاء ملفات powerpoint مباشرة لكني استطيع مساعدة ده كتصميم العرض التقديمي فمش هيقدر ان هو يعمل powerpoint الحل هنا ممكن اقوله convert these slides او قم بتحويل هذه slides by using html css and javascript to web page هنا انطلبت ان هو يحول هالي بقى بشكل مختلف شوية طالما انت مش قادر تنشئ powerpoint تعال نشوف هيعمل ايه هدوس enter كده ونشوف هيعمل ايه وهنا انا كنت عايزة اوريك الجزء المتعلق بتنفيذ الكود جوه الارتيفاكس يبقى هو ما يقدرش يعمل powerpoint ولكن يقدر يعمل ايه يقدر ان هو يحول لي اللي slice دي لكود بالhtml css وjavascript ويبتدي ان هو يعرضها لي على هيئة web page وده اللي حنشوف فعلاً حيقدر ينفزه ولا لا انا شايف ان هو بيبتدي يكتب الكود زي ما انتوا شايفين على الجهة الشمال حنشوف دلوقتي مع بعض التنفيذ حاجة من الحاجات اللي خدتها عليه من تجربتي معاة ان هو في بعض الاحيان ما بينفس الكود الكود عشان اختبره عشان ما اصدموش في ان هو عمل الكود صح ولا لا باخده على حاجة اسمها html online viewer لكن هو من المفترض ان انا شوف التنفيذ داخل الارتيفاكس خلص عملية thinking وحالياً انتقل الى عملية كتابة الكود زي ما احنا شايفين كده بيكتب الكود لسه بيكتب الكود وصل لحد الجيوبا سكريبت من المفترض بقى ان هو على طول في الارتيفاكس حينفذ الكلام ده حنشوف مع بعض الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الوظائف عالمياً وحول هالي كده لي شرائح بنتقل ما بين السابق والتالي طبعاً انا حروح للتالي عطاني الاحصائيات حروح للبعد كده القطاعات الاكثر تأثراً حروح للسلايد اللي بعد كده التحديات الاجتماعية والاقتصادية حروح للفرص والوظائف والتالي وحشوف لحد موصل للثمن شرائح زي ما احنا شايفين عطاني اهو الشرائح عشان اشوف بشكل اكثر وضوحاً طبعاً تقدر تعمل شير سكرين وتشير السكرين مع مثلاً الناس اللي انت بتشرح لهم لو كان وابينر هنا نعمل تاني بريفيو عشان تقدر ان انت تشوف طبعاً فيه امكانية انت تاخد الكلام ده كوبي عندك وتنشئ بيه بقى الكود ده على مثلاً فيرج والستوديو كود هنا ايضاً فيه امكانية انت تعمل ادت على الكود نفسه لو انت حبي بتعمل ادت وبعد كده بتبتي تعمل سيف انا طبعاً بوريك امكانياته عاملة ازاي انا متوقعاً ان هو يحصل عليه تطور اكتر من كده لاحز ان هذه النماذج مفتوحة المصدر حتزي اجرب بقى معيك الحاجات بقى اللي بتهمك كتير جداً من متابعي القناة عندي الامج جنريشن والفيديو جنريشن بعض الناس هتسألني هو بيستخدم اي موديلز الامج جنريشن والفيديو جنريشن حقيقة انا سألته السؤال ده لان حبي تعرف هو بيستخدم اي موديلز بالضبط في انشاء الصور والفيديوهات وكان رده كالقاتي بالنسبة للصور والفيديو بيقول ان هو بيستخدم نمازج تابعة لمختبر اسمه تونجي لاب وتونجي لاب لما تخش عليها هتلاقي فيه بلاتفورم ممكن تسجل برقم التليفون ويجي لك يعني زي كود انا حاولت بصراحة ما جاليش الكود بالرغم ان هو موجود الكود بتاعت البلد وكل حاجة يعني تقدر تحط كود بلدك وتدخل رقم التليفون جربه مش اي مشكلة هتلاقي فيه حاجة اسمها تونجي لاب الموقع ده من خلاله بتقدر تنشئ صور وتقدر انك انت تنشئ فيديوهات وهو طبعا موقع صيني يعني فهنا هو بيقول لي ان المختبر اسمه تونجي تونجي بفروض بيعمل على تطوير نماذج متقدمة لانشاء الفيديوهات من النصوص او الصور وبيولد مشاهد فيديو واقعية او فنية في الاتنين بالاضافة الى تعديل وتوليد محتوى فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ده بشكل عام احنا بقى هنجرب مع بعض الصورة والفيديو فهنا هبتدي اروح لل نيو شات واقول له امج جينريشن كريت اه ويت كات بعد كده نختار ستايل من الستايل اللي احنا يعني جربناها قبل كده ممكن كلي ميشن ستايل ارت بلاك باك جراوند هنا في الاسبكت ريشيو هخليها واحد لواحد ما فيش مشكلة وهنا هدوس انتر وحنشوفه في توليد الصورة عاملة ازاي شايفة كده ان هو بيولد الصورة بصورة احنا وصلنا هول حد 50% واحنا بنتكلم 60% 70% تم تولدها مش بطالة مش بطالة يعني background اسود قطة لبسة glasses وشكلها مش بطال ولكن مش بالstyle art اللي هو مش شايفة خلص اي style art ده مش نوع الstyle art اللي انا عايزيه ممكن اقوله realistic photo for a man in black he is wearing a brown coat walking at night in an empty street 16 لتسعة المراضي وشوف انتر كده ونبص على النتيجة حلوة بالنسبة لي الصور الواقعية بتاعته حلوة اعتقد ان هو في الstyle art يعني مش بينشئ كل انواع الstyle art ولكن انا شايفة النتيجة بتاعته حلوة مش بطالة يعني كويس في انشاء الصور بالنسبة بالفيديو تعال ان بص كده على الفيديو عشان بقى اجربنا مع بعض الفيديو بان برضو الموديل خاص بيهم هم ممكن اقول a young boy مثلا is riding riding he is riding his bike in the garden he looks happy وهنا بالنسبة ال aspect ratio برضو كل ال aspect ratio متوفرة هذه 16 لتسعة وادوس انتر ونشوف النتيجة في النتيجة بالنسبة للفيديو يعني انا شايفة ان هو هياخد وقت شوية يعني وصل لحد 2% واحنا بنتكلم 3% اعتقد يعني مش قل من 10 دقيق ان شاء الله حرجع لكم مرة تانية بعد ما يتم انشاء الفيديو عشان نشوف امكانية توليده للفيديو عاملة ازاي تم انشاء الفيديو الفيديو خد حوالي 10 دقايق اعتقد و 5 ثواني مش بطال مش بطال طبعا صعب ان انا قارنه V02 ونمزج اخرى لكن هو مش بطال بما انه مجاني واي حاجة مجانية وزي ما احنا شايفين يعني يعتبر فيه شغل عليه وفيه مختبر بيشتغل عليه فممكن نرجع له كل فترة ونشوف الجودة اللي وصل لها هذا النموذج وصل حد فين ده بالنسبة لي انشاء فيديو ياخد 10 دقايق ربع ساعة حاجات تانية كتير زي ما قلتلك كمان يعني الارتيفاكت ده ممتاز جدا علشان التنفيذ زي ما قلتلك بيبان فيه وجربناه مع بعض واي حاجة هتفتح الارتيفاكت وتبتدي تقوله مثلا 3d circle ممكن اخليها ارد مثلا color 3d circle loops in dark space fill with stores يكتب الكود بيبقى مهم قوي للناس اللي وقتها بالنسبة لها ثمين والامر بسيط يعني مش محتاج فيه نقعد يفكر يعني الموضوع بسيط جدا انا بدي له امر مباشر بسيط هنا بيقولي preview field ودي بقى المشكلة اللي بتواجهني لما يجي يكتب الكود بتيجي تنفذ الكود هنا ما يتنفذ ساخده copy وابتدي اروح على ال html online viewer علشان انفذه يعني قدينا هون هنحط الكود مع بعض للوقتي الكود هيتنفذ بمنتهى الجميل الارتيفاكت مش دايما بتشتغل الارتيفاكت بتواجه مشكلة دايما وفيلد دايما يعني مش هقول دايما بنسبة 100% لكن مع الكود انا بشوف ان انا اروح هنفذ الكود في ال html online viewer علشان محكمش على النموذج لان النموذج زي ما احنا شايفين تنفيذه جايب جدا بالنسبة للكود بعض الناس لو استخدمته وطلع الكود وفاتحين الارتيفاكت عشان يشوفوا التنفيذ ولقوم ما بيتنفيذ سيقول لا الكود مش مزبوط في مشكلة في الكود لانت اخد الكود واروح مثلا كود زي دا بيتنفذ على ال html online viewer علشان بيستخدم ال html و tss و javascript هتلاقي النتيجة رائعة زي ما انت شايف 3d red circle تتحرك في dark space فيها stars زي ما احنا شايفين او مليئة بالنجوم زي ما احنا شايفين دا في شكل سريع queen 3 بصينا عليه طبعا في queen 3 30b وهو برضو a mixture of experts model في موديلز تانية صغيرة تقدر تستخدمها locally وتنزلها عندك على الجهاز تستخدمها مثلا من خلال ال m studio موجودة على هاجنجي فيس حاطلك الرابط في الوصف اسفل الفيديو اتمنى تكونوا واستفدتوا من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد وزي ما قالك في نهاية كل فيديو متنساش تدعمنا باللايك وشير والكممنت لو كنتم متابعين الاعزاء لو كنتم بتشوفنا الاول مرة تنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته